بسم الله الرحمن الرحيم ماذا ينتظر العالم بعد كثرة الزلازل كيف نعالج الخوف من المستقبل والكوارث زلازل في أماكن متعددة من العالم هناك أعاصير هناك احتمال لتسونامي أن يضرب في منطقة ما هناك احتمال لبراكين لكوارث لفيضانات لأمطار غزيرة تغرق البشر الحقيقة هذا كله أنا أعتبره أيها الأحبة من علامات الساعة التي أنبأ عنها النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا حائرين على عكس الملحدين اليوم حائرون يتخبطون لا يعرف أحدهم ما الذي يفعله من رحمة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أنه فصل لنا ولأمته كل شيء سيحدث إلى قيام الساعة تحدث عن طلوع الشمس من مغربها عن الدجال عن نزول المهدي نزول عيسى تحدث عن أشياء عظيمة ومعارك بين المسلمين وغير المسلمين تحدث عن أرض عن نار تحشر الناس إلى الأرض المحشر تحدث عن كوارث قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل دقق معي أخي الحبيب يعني بالأمس كان هناك زلزال ضربة سوريا وتركيا وبعد ذلك كل يومين أو ثلاثة أيام نسمع بهزة أرضية هنا أو هناك بإعصار هنا أو هناك طب يا أخي توب إلى الله العلاج بسيط أيها الأحبة والله العلاج أنا أجده أبسط مما تتصور لا يتطلب منك أي تفكير هو آية واحدة فقط أن تستيقن فيها إنك ميت وإنهم ميتون أربع كلمات إنك ميت يا رسول الله وإنهم ميتون فإذا كان النبي الأعظم وهو أحب الخلق إلى الله وهو أعظم بشر مشى على الأرض عندما جاءه ملك الموت خيره بين أن يعيش ما يشاء والله سيحقق له ذلك لو طلب وبين أن يلقى الله قال بل الرفيق الأعلى تصور أخي الحبيب اليوم أنا أريد أن نتوقف لأن العلاج هنا يكمن نحن مشكلتنا الخوف من الموت المؤمن لا يخاف من الموت يكره الموت يكره لأنه شيء يعني غريزة غريزة البقاء موجودة فطرة البقاء غرزها الله فينا فأنا أكره الموت ولكن لماذا الخوف ما أنت ستموت يعني الحقيقة اليقينية التي لا يستطيع أحد أن ينكرها أو ينجو منها أو يهرب منها هي الموت فلماذا نكذب على أنفسنا ونقول إننا سنعيش وكذا إنك ميت انظر إلى صيغة عندما تقول لشخص إنك ميت يعني في أي لحظة يمكن أن تموت وإنهم ميتون إذن أنا على موعد مع لقاء الله قد تنتهي حياتي بمرض بكذا بحادث بزلزال بأي شيء لا مليون سبب نحن قدرنا بينكم الموت انظر كيف استخدم القرآن هنا كلمة قدرنا لماذا وكل شيء خلقناه بقدر أي بنظام وأنزلنا من السماء ماء بقدر بنظام محسوب يعني كأن كأن الله عز وجل يريد أن يقول لك أيها الإنسان عملية الموت عملية منظمة ملك الموت لا ينتظر حتى يحدث زلزال فيتفاجأ به مثل ما تفاجأنا به ثم يأتي ليقبض روح الناس لا يا أحبتي هذا 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 تفكير ساذج جدا من يعتقد كل من مات له قريب في هذا الزلزال أو أصيب أو فقد ويقول لو أنه خرج لكان كذا أو لو أنه لم يكن هناك لنجى بنفسي أو لو أنه كذا لا 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 الأمر مقرر ومحسوم وموقع عند الله صدر الإذن من الله ولله المثل الأعلى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله هذا هو العلاج أنا أعلم أن لدي موعد مع ملك من الملوك أخاف؟ لماذا الخوف؟ يعني ملوك الأرض على الرغم من قد يكون بعض الملوك فيهم من الفرعون كان جبار كان عاليا في الأرض فالموعد مع هذا الملك الظالم أحيانا الإنسان يستبشر به لكي يحظى بميزات ما مثلا بمال بشيء بمنصب إلى آخره طيب أنت على موعد مع مالك الملك الذي حياتك بيده مصيرك بيده كل ذرة فيك يحرقها الله عز وجل فإذن أنت لماذا تخاف؟ فنحن يجب أن نفكر بلقاء الله الإنسان الذي يفكر كثيرا بلقاء الله لم يعد يهتم بأسباب الموت يعني كيف يعني وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت لا يمكن لإنسان أن يعلم مصيرهم كيف سينتهي به فلذلك أيها الأحبة الموت التفكير بالموت هو علاج لهذه المشاكل النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر من ذكر هادم اللذات وقال أيضا كفى بالموت واعظا والقرآن تحدث في أكثر من مئة آية عن الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس أينما تكون يدرككم الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم طيب أنا يعني المفروض أنا كإنسان عاقل بدلا من أن أهرب من الموت وأفر من الموت أفكر بهذا المصير الذي هو أمامي يعني غدا غدا يمكن أن ألقى الله طيب لماذا أهرب من هذا اللقاء لنفرض لنفرض مثلا بعد يومين أخبرك أحد بأن هذه المنطقة سيحدث فيها زلزل ما الذي تفعله تأخذ ما 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 قل وزنه وغلى ثمنه وتهرب إذن أنت تتخذ إجراء تتخذ إجراء وتبتعد طيب أنت أمامك موت ألا تتخذ أي إجراء تنسى هكذا أمامك لقاء مع الملائكة أولا طيب ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الملائكة يتوفون الذين كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق طيب أنا لا أحب أن أكون في هذا المصير طبعا الكافر يخاف من الموت الملحد يخاف من الموت ولكن أنا إن شاء الله وأرجو لأحبتي وكل من يشاهدنا أن يكون مصيره الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أنا هذا أنا هذا ما أفكر به أنا أفكر لحظة الموت أن الملائكة ستتنزل وتقول لي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أنا الموت بالنسبة لي أيها الأحبة هو نهاية المخاوف والألم والحياة التعيسة التي يعيشها الإنسان والجوع والمرض والمشاكل والهموم كل هذا هو الموت يحسمه ينهيه الموت بالنسبة لي أيها الأحبة هو بداية لفرح للسرور لقاء مع ملائكة الله بأجمل شكل كل يوم ينبغي عليك أخي الحبيب إذا كنت تريد أن تعيش حياة مطمئنة تمتلك هدوءا نفسيا لا تغضب لا تنفعل مهما حدث حتى لو هدمت الدنيا لا لا تحزن عليها ماذا تفعل كل يوم وبخاصة قبل النوم هذه مرحلة مهمة بعض علماء النفس يقولون العقل الباطن يكون متصل مع العقل الظاهر والإنسان إذا فكر بشيء معين يعني الدماغه وقلبه يتفاعل كثيرا مع هذا الشيء كل يوم فكر بلقاء الله فقط دقائق قبيل النوم قل أنا سألقى الله ماذا سأقول له هذا سيقودك لآية كريمة الله تعالى يقول عن القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ستسأل ماذا قدمت لهذا القرآن تقول يا رب أنا انشغلت بتجارتي هل هذا جواب منطقي يعني أنت إذا كان لديك عامل عامل كلفته بمهمة وعندما جاء للقائك قلت له ماذا فعلت قال والله انشغلت أنت نفسك ماذا تنظر لهذا الشخص ماذا تفعل له كيف تكافئه تقول يا رب أنا انشغلت بالتجارة انشغلت بالبناء انشغلت بالعمل انشغلت بالطعام انشغلت بكذا كذا ألم يضمن لك الله الرزق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها طيب هذا التفكير أخي الحبيب يجب أن يسيطر على حياتك أي هم يصيبك أي أذى تتعرض له أي كلمة تتلقاها تؤذيك فكر بلقاء الله ماذا يحب الله يعني أنا عندما أفكر بلقاء الله لقاء مع مالك الملك الذي خلقني وكرمني ولقد كرمنا بني آدم ورحمني وهو أرحم الراحمين وأعطاني ما لا يحصى من النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها طيب أنا مع موعد موعد للقاء الملك عز وجل أول شي أنا أسأل ماذا يحب الملك سبحانه وتعالى أنت إذا ذهبت إلى إنسان مثلا تحبه وتريد أن تحضر له هدية تحاول أن تفكر ماذا يحب لتجلب له الهدية ليس كذلك أنا الآن في سفر سأعود مثلا قريبا قبل قليل كنت أفكر ابني الصغير ماذا أحضر له فلان ماذا آتيه بهدية يحبها هو طيب إذا كان هذا على مستوى مخلوقات كلها زائلة يعني وكلنا سنزول كل من عليها فان طيب ألا أسأل نفسي ماذا يحب الملك سبحانه وتعالى ماذا يحب الله أذهب إلى القرآن أجد أن الله يقول والله يحب الصابرين طيب كيف أصبر إذا لم أتعرض للأذى والبلاء والضيق وكذا كذا كيف سأصبر يعني إذا ذهبت إلى كل وسائل الرفاهية اليوم هناك أناس يذهب إلى أوروبا وأمريكا ودول مثلا يقول لك الرفاهية والمستقبل طيب طيب على ماذا تصبر والله يحب الصابرين إن الله مع الصابرين واستعينوا بالصبر والصلاة طيب الله يحب المحسنين والله يحب المحسنين يجب أن أحسن كيف أحسن أعلى درجات الإحسان أن تصبر على أذى الآخرين هذا أعلى درجات الإحسان أن تسيء لك زوجتك فتصبر عليها بالعكس تقابلها بالكلام الطيب أو يسيء لك زوجك فتصبرين عليه هذا أعلى درجة من مراحل حسن الخلق التي حدثنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا أحسنكم أخلاقا طيب الله سبحانه وتعالى يحب المتقين إذن أنا أتقي الله أتقي النار إذا كنت تحب أن تخاف يجب أن تخاف من نار جهنم وليس من الفقر أو الجوع لأن هذا أمر يدبره الله عز وجل لا تخاف من أذى فلان أو فلان يؤذيك أو فلان كذا يتحكم بك أو كذا لا خاف من عاقبة ذنبك من نار جهنم لذلك الأنبياء كيف وصلوا إلى مرتبة عالية جدا لماذا جعلهم أنبياء سبحانه وتعالى يعني سيدنا أيوب كمن الممكن أن يضعه الله سبحانه وتعالى في بيئة مرفعة كما نبحث نحن اليوم عن البيئة المرفعة كممكن أن يضعه في مكان خالي من الهموم لماذا ابتلى وأيوب إذ نادى ربه ليوصله لهذه المرحلة ليوصله لمرحلة الضعف والانكسار أمام الله والمسارعة في الخيرات والتوسل إلى الله عز وجل والتضرع إلى الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين نحن الآن ندعو ندعو لا يستجاب لنا لا يوجد صبر يجب أن تبتل يجب أن تصبر أخي الحبيب نبي كريم نزل إلى أعماق المحيط في ظلمات البحر في ظلمات بطن الحوت وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اعترف بظلمه لنفسه بانكساره أمام الله ماذا كانت نتجا فاستجبنا له بسرعة حرف الفاء هنا للسرعة ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا انظر كل نبي كان له نوع من البلاء لم يكن لديه ولد هذا نوع من البلاء فقدان الولد وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ماذا حدث فاستجبنا له حرف الفاء هنا بسرعة ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة طيب كل هذه الاستجابات حتى سيدنا نوح ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون طيب ما هو السر إنهم أحفظ فقط هذه الآية أخي الحبيب رجعا هي جزء من آية أو فقط كلمات محددة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات لا تنتظر الفقير يأتي إليك أنت اذهب إليه لا تنتظر إنسان محتاج يسألك ويتذل لا أنت اذهب وتواضع له وأعطيه ولا تنتظر كلمة شكر منهم بالعكس أنت أشكرهم أن قبل منك هذه الصدقة لا تتكبر عليه هكذا كان هؤلاء الأنبياء العظام إنهم كانوا يسارعون صيغة مبالغة يسارعون مثل إنسان كثير المسارعة يعني حياته خيرات نحن حياتنا نلهث وراء المال نلهث وراء الرفاهية هم حياتهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا نفس الوقت مسارعة بالخيرات مع الناس ومن يحتاج ويدعوننا اليوم اذهب قد تسأل مئات الناس لا أحد يقضي لك حاجة لماذا فقدنا هذا هو يحرم نفسه من الأجر والله أنا أعتبر كل إنسان قادر على أن يلبي حاجة الناس ولا يلبي هذا إنسان في منتهى الغباء منتهى الغباء لأنه يظلم نفسه يظلم نفسه أنت عندما تقضي حاجة أخيك الله سيقضي حاجتك ويكون معك وعندما تبخل كما قال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه أنت تبخل على نفسك وليس على الآخرين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا رغبا أنا أرغب بما عند الله أتشوق للقاء الله للنظر إلى الله عز وجل للنعيم الذي سأحظى به يوم لقاء الله ورهبا خوفا أنا أخاف من جهنم حقيقة أنا أخاف من النار لا نكذب على بعض الملحد الذي يقول لك أنا لا أخشى هذا يكذب على نفسه انظر كيف كذبوا على أنفسهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون فما أصبرهم على النار ولا ياذب الله هل هل أنت مجنون حتى تضع نفسك في مصير يقال لك يوم القيامة فما أصبرهم على النار دعونا نستخدم عقولنا رجاء يعني القضية واضحة أنا على موعد مع الملك سبحانه وتعالى لماذا ألهث وراء الدنيا الفانية تخيل أن إنسان يبني في منطقة سيقع فيها الزلزال وهو متأكد من ذلك ويبني ويضع كل ثروته فيه هذا إنسان غبي بمقاييس التجارة يعني أو الاقتصاد طيب دنيا فانية دنيا كل من عليها فان إن زلزلة الساعة شيء عظيم سيحدث الزلزال الأعظم يوم القيامة وسيدمر كل شيء طيب أنا أبني في شيء دمر في شيء ليس له مستقبل أنا أضع أعمالي وجهدي في الجنة استثمر في الجنة استثمر هناك ليس هنا الاستثمار الحقيقة هناك عند الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين رغبة بما عند الله رهبا يعني خوفا من عذاب الله وكانوا لنا خاشعين في حالة خشوع في حالة استعداد للقاء ملك الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقكم طيب قد يقول قائل لماذا تتكلم بهذا الشكل نبينا طبق هذا الكلام أنا أخذت هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام وليس من اجتهاد شخصي النبي طبق هذا عمليا والدليل اليوم معظم الناس لو جاءهم ملك الموت وخيرهم لن يختاروا لقاء الله معظم الناس والدليل أنه ينفق كل أمواله في سبيل أن يطيل عمره يوم لكي يطيل عمره يوم ينفق الكثير ما لان قد يوجد إلى جواره إنسان جائع لا يجد ما يأكله طيب هذا الأسلوب بالتفكير طبقه النبي كيف طبقه جاءه ملك الموت خيره بين لقاء الله وبين أن يعيش ما شاء لم يأتي بالأطباء والمشافي وينفق الأموال وينهث لكي حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك لكي يطيل عمره لا مع للم أن النبي مات شاباً يعني بمقاييس اليوم 63 سنة بهجرية يعني 61 سنة أو أكثر بقليل لنقل 63 سنة هذا عمر ليس بالعمر الطويل كممكن أن يقول يا رب مد عمري للعيش مئة أو مئتي سنة ولكنه لم يفعل ذلك قال بل الرفيق الأعلى اختار لقاء الله خلاص أدى المهمة ثم انتقل إلى لقاء الله نحن يجب أن نؤدي مهمة ما هي مهمتك الآن ماذا ستقول للملك عندما تقابله تقول يا رب أنا أنجزت هذه المهمة المهمة التي كلفتني بها في الدعوة إلى الله أدعو إلى سبيل ربك يعني هذه الآية لا أدري عندما يقرأها أحدنا ويستمع إليها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هذه الآية موجهة لقناس على المريخ أم لي ولك لماذا لم تدعو إلى سبيل ربك هذا أول سؤال سيصدمك يوم لقاء الله لماذا لم تقرأ القرآن الكتاب الذي أعطيتك إياه يا أخي أحدنا يستحي إذا مديره في العمل أعطاه معلومة تعليمات قوانين معينة وطلب منه أن يقرأها ثم في اليوم التالي قال والله نسيت أو كذا يستحي الإنسان أمام بشر طيب ألا نستحي أمام الله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل ولذلك أحبتي يعني لو أردنا أن نفتح الحديث سنة للساعات في هذا المجال أخيرا آية واحدة أنا أختم بها كثير من الحلقات يجب أن تحفظها كل يوم اقرأها أي هم يصيبك اقرأها قبل النوم اقرأها عندما تستيقظ أي أحد يؤذيك يجعلك تغضب اقرأها من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السمع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين نراكم بخير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق